والآن فهذا مثال لمنهج متكامل لمدة اللغة والأدب مقسم حسب الوحدات والأسابيع أهداف التعلم تحليل النصوص الأدبية لتحديد وتقييم العناصر الأدبية بما في ذلك القصة والشخصية والمكان والموضوع تطوير استراتيجيات قراءة فعالة لفهم النصوص المعقدة وتحديد غرض المؤلف تطوير استراتيجيات كتابة فعالة للصياغة حجة واضحة ومترابطة وتحليل وتفسير النصوص الأدبية تطوير مهارات التفكير النقدي للتفاعل مع النصوص الأدبية بطريقة تحليلية بناء مهارات المفردات والقواعد اللغوية لتحسين مستوى القراءة والكتابة الوحدة الأولى مقدمة للأدب وتحليل النص الأدبي الأسبوع الأول تقديم المادة والخطة الدراسية ومناقشة مفهوم الأدب وتحليل النص الأدبي التقييم اختبار قراءة مع النقاش حول التحليل الأدبي الأسبوع الثاني مقدمة حول العناصر الأدبية الفكرة والشخصية والمكان والزمان والموضوع وتحليل القصص القصيرة التقييم مقال تحليلي لقصة قصيرة الأسبوع الثالث عناصر تحليل الرواية ومناقشة غرض المؤلف التقييم مقال تحليلي للرواية الوحدة الثانية استراتيجيات القراءة والفهم الأسبوع الرابع مقدمة حول استراتيجيات القراءة المسح السريع البحث السريع التعليق وتطبيقها على نص محدد التقييم التعليق على نص يظهر فهم المقروق الأسبوع الخامس تنمية مهارات القراءة النقدية تحديد وتقييم غرض المؤلف التقييم استجابة أدبية للقراءة النقدية الوحدة الثالثة استراتيجيات الكتابة والتحليل الأدبي الأسبوع السادس تقديم استراتيجيات كتابة فعالة التحضير للكتابة، المسود، المراجعة، التحرير، مع تطبيق الاستراتيجيات على مقالة تحليل أدبي التقييم مقالة تحليل أدبي الأسبوع السابع تنية المهارات الجدلية تحليل وتفسير النص التقييم مقالة جدلية حول موضوع محدد الوحدة الرابعة التفكير النقدي والتحليل الأسبوع الثامن مقدمة حول مهارات التفكير النقدي التحليل التركيد التقييم تحليل نص باستخدام مهارات التفكير النقدي التقييم مقالة تحليل نقدي لنص أدبي الأسبوع التاسع تطبيق مهارات التفكير النقدي على تحويل النص أدبي إلى فيلم التقييم مقالة تحليل لفيلم الوحدة الخامسة المفردات والقواعد النحوية الأسبوع العاشر تطوير المفردات المقتسبة مع تعلم مفردات جديدة ومعانيها التقييم اختبار لقياس المعرفة المتعلقة بالمفردات الأسبوع الحادي عشر تطوير المهارات النحوية استكشاف وتصحيح الأخطاء النحوية التقييم اختبار القواعد النحوية المشروع النهائي بحث حول التحليل أدبي الأسبوع عاني الثاني عشر والثالث عشر إجراء بحث عن نص أدبي من اختيار الطالد ثم وضع سؤال البحث وعرض الأطروحة في النهاية التقييم مراجعة البحث للتأكد من تكامل مراحله الأسبوع عاني الرابع عشر والخامس عشر صياغة ومراجعة البحث التقييم تقييم الأقرام ومراجعة البحث تقييم الأقرام ومراجعة البحث